اربع جداول اساسيين هيزبطوا معاك يومك واسبوك وشهر بتاعك وحياتك كلها وازاي نسحة فدري ومن نمشي تاني ونقوم الاجهات طول اليوم بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اللهم اخفر لأبي وقومي اوات المسلمين اجمعين اهلا بيك ونادي كلها ستات ومعكم مرحبات ان شاء الله فيديو بتاع نهاردة هنتكلم على اهم اربع جداول هيزبطوا لعانا حياتنا طبعا كل واحد فينا كل واحدة فينا عندها مجموعة كده من الجداول او الاهتمامات لكن في الغالب اللي اربع دول اساسيين عند اي حد ليه لان هما بيدوروا حوالين حياتنا ما فيش حد بيتخلى عن الجزء ده ما فيش حد بيتخلى عن دينه والعبادات الحاجات الاساسية بالنسبة له ما فيش حد بيتخلى عن الاطفال او الشغل اللي عنده الحاجة الاساسية في ناس لسه مش عندها اطفال او صحتك والاهتمام بقنصتك وحياتك الشخصية او طبعا البيت اللي احنا عايشين فيه يبقى دول الاربع جوانب الاساسيين اللي احنا هنتكلم عليهم او الجدول الاساسي طبعا الدايرة بتاعة الحياة السعيدة مليانة حاجات كتيرة جدا جدا ويبتاختلف من شخص للتاني ترتيب اهميتها اهم حاجة بالنسبة لي بترتيب الجدول هو الجدول ده ان شاء الله هنزلكم الصورة بتاعته على المنتدى بتاع اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك ان انا ممكن ازبط الدنيا كلها بتصبيت الصلاة الصلاة اول حاجة بتزبط الدنيا كلها يعني ان انا اكون منظمة وقتي من الفجر للضحى او للظهر هعمل ايه من الظهر العصر من العصر للمغرب من المغرب اللي ايشها التنظيمة ديت بتفرق جدا 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 هتحط عليها روتين اليومي بتاعك هتلاقي الدنيا ماشية تمام ده اقل حاجة لشخص مش عايز اصلا ينظم ولا يدعي بوقته ولا يكتب جدول ولا تدولست ولا اي حاجة خالص الصلاة هي الحاجة اللي هتزبط لك اليوم ده كله هنبدأ اول حاجة بالجدول بتاع العبادات ما ينفعش الصلاة تتأخر ما ينفعش ما يكونش عندك ورد اسكار ما ينفعش ما يكونش لسه ملتزمين باسكار الصباح والمساء والتحصينات الحاجات البسيطة ديت هتفرق معاك جدا جدا هتفرق في جودة يومك هتفرق في البركة في البيت هتفرق فرحتك وهدوءك النفسي يبقى جدول العبادات بتاعنا على الاقل هيكون في خمس اركان اساسيين معانا اساسيين معانا كل يوم هما طبعا اول حاجة صلاة الفجر صلاة الفجر دي بتدي باور وطاقة لتصبط اليوم كله وتصبط المود وكل حاجة لو عندك مشكلة في صلاة الفجر ومش بتعرف تصليها في وقتها ما تخليش بقى الشيطان يتحق عليك انت لو وراكي مصيف ولا رحلة ولا مدرسة هتصحي في المعات بتاع الحاجة اللي وراكي ديت فهنحاول نصبط المنبه اساسي هزبط المنبه دي مهمة اساسية بالنسبة لي رحلة مهمة رحلة كده لشفاء الروح لانا هزبط منبه اساسي لصلاة الفجر طب انا مش عارفة ازبط الموضوع ده او انا بصهر لو انا بصهر هتخلي صلاة الفجر بالنسباني قبل الشروق بوقت كافي لو انا بنام بدري فاخليها في معاتها صلاة الفجر هتصبط الدنيا دي كلها بعد صلاة الفجر الاسكار بتاع الصباح لو ما قدرناش ان احنا نقول اسكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة خلاص لما نصحب النوم لو خدنا حبة نوم كمان ما بين الفجر وصحيان الولاد للمجرسة او صحيانك لشغلك ايا كان الحاجة اللي وراكي يبقى عندنا صلاة الفجر أسكار الصباح الضحى وفضل الضحى والبرقة اللي بتخليها الضحى في اليوم وفي الصحة وفي الجسم وتكلمنا عنها قبل كده كتير وورد الكرآن لو أنت موظفها أو بتنزل توصل الوالد لمدرسة وبرضو فيه ناس بتبقى عندها المشكلة في الموضوع دوت وهقدر اخته إزاي وهعمله إزاي خليه في الطريق بتاعك وانت رايحة وانت جاي خليه صفحة صفحتين وكل يوم زوتي على قد ما ربنا يكرمك وتقدري واستعيني في الموضوع دوت بصحبة صالحة تساعدك على الإنجاز والدوء معك مش لازم فيه ناس بتقول إن إيه أصلا لما بقول حتى أنا قريت كذا أنا بعمل كذا مهمتي بتثبط وما بقدرش يستمر وكلام من ده قولي لها فكريني بورد الكرآن ما تقوليش العدد ما تقوليش الصفحات قولي لها بس فكريني بورد الكرآن يا فلانا ساعديني إن إحنا ننجز بورد الكرآن مع بعض ديت من الحاجات أصلا اللي بتقوز صداقة وبتدعمها يعني ما فيش أحسن من صاحب هياخد بإيدك للجنة إيه أحسن من كده صاحبة طبعا تاخد بإيدك للجنة يبقى كده الجدول بتاع العبادات الجدول التاني اللي بعد كده جدول الأطفال وأنا بحس إن دي أهم حاجة من جدول بتاع البيت أولادنا هم أهم حاجة يعني هو محتاجين طبعا بيت نضيف مواعين مخصولة أكل معمول حاجات دي كلها بس محتاجين إن إحنا نقض معاهم وقت ونقضي معاهم وقت ضحك ولعب وهزار وفرفشة بعيد بقى عن المذاكرة والاسترس بتاع أنت كركبت قط تكلم المكعبات الحاجات دي كلها مرنة بيها أو أنا شخصيا يعني مرد بيها لإن الحاجات دي اللي هتبضل في الزاكرة بتاعتهم هي اختزنوها ليك الموقف الحلوة الجميلة دي الأوقات الحلوة اللي أنتوا قاعدتوها مع بعض طبعا دي مش بس بتدي طاقة إيجابية للبيت وبتربط علاقتك بأولادك لا هم كمان بيتعلموا منك الأخلاق ويتعلموا منك الصبر وبيشوفوك وبتكوني قطوة حسنة لهم وهيبدأوا يقلدوكي في كل حاجة من غير ما انت تاخد بالك بالسبب طاقة الحب اللي هتكون ربطة ما بينكم وبين بعض هيقلدوكي والله في الكلمة الطيبة في الكلمة الوحشة هيقلدوكي في النظرات في الحركات في كل حاجة لأنك هتكوني مصدر طاقة ليهم ومصدر إجباع نفسي وقوي جدا جدا طبعا لولادهم كمان محتاجين لهم بقى لو هم صغيرين جدول بتنظمة بقى وقتكم إزاي وقت لللعب اللي محتاجة برضو تصبيطة منك والنكتوق في كده وتحطي لها جدول هل الجدول يا ماروة لازم جدول بقى بالوقت ومش عارفة إيه والأيام كل مكان محدد كل مكان أفضل كل مكان محدد كل مكان أفضل يعني زي يقولوا كده ماتنوية بيركة في تجليه هتعارفيني ان احنا ياولاد كل يوم مثلا سبت بنعمل كذا كل يوم حد بنعمل كذا بنحط حاجة اثنين تلاتة من ضمن حاجات كتير يعني مش لازم يكون كلهم الحاجات ديت احنا هنعملها بس بنكون حطين حاجات ان احنا ننفذها عشان برضو نعلمهم التلزام بالوعد وبالكلمة وان ماما بتقول حاجة او بيقول حاجة بيعملوها مش وعود في الهوى مش بيقولوا حاجات ويتبقوا حاجة تانية فدي خطبة مهمة جدا جدا ان احنا نعلمهم برضو الانضباط النفسي واحترام الموعيد قيمة المعاد والوقت واحترام قيمته دي الحاجات الأساسية جدا جدا بنطلع بنلاقي ناس كبار ومعندهمش اي احترام للوقت ولا احساس بالمسئولية ده بيبقى من البيت من وهو ما صغير انا بديله وعود وبديله حاجات ما بعملش منها حاجة ما بفكرش ان انا اربط دوت لا ده هو هيطلع وينشأ على نفس الأساس دوت الجدول اللي بعد كده هو بقى جدول النصف بتاعتك تمام واهتمامك بقى بصحتك وبمظهرك طبعا الصحة دي من أساس الحياة يعني تخييلي جدر قدر لحد ما عنده صحة هيقدر يكمل ازاي اه طبعا فيه خوارق فيه شخصيات ما شاء الله لحولها القوة إلا بالله زي الدعية عبدالله بنعمة الله رحمة الله عليه وناس كتير جدا جدا يعني فعلا خوارق في الحياة والعادات لكن احنا بنتكلم على الناس البسيطة اللي زي حالتنا لما الواحدة فينا بتكون تعبانة ما بتقدرش تعمل حاجة بتقوم تعمل أبسط حاجة بالعافية وتبقى بتجر نفسها جر كده عشان تعمل الأساسيات بتاعت بيتها وحياتها فاحنا خلينا نهتم بالصحة في المجال اول صحتك اصلا ما بتكون كويسة والهموجلوبين عندك كويس ده هينعكس بقى على بشرتك وعلى العصبية وعلى سكوت الشعر اللطيف الحلو دوت اللي احنا فيه ولا حاجات كتيرة جدا جدا افضل حاجة للهموجلوبين مش هقول لكم بقى طبق السلطة ولا الكبدة ولا الخضروات الورقية بس هي افضل حاجة ان بعد اي اكل كوبات لمون خلي اللمون دوت حاجة اساسية عندك في الحياة هيفرق جدا فيتامين سي بيثبت الحديد اللي في الجسم فهيبدأ ان اي حاجة هتكليها جسمك هيستفاد منها غير البقى الشاي والنسكافيه والقهوة والحاجات دي كلها يبقى الجزء بتاع القنوزة مش هكلمك على السبغات شعر ومسكات للبشرة طبعا كل ده مهمة بس اهتمي بصحيتك في الاساس طبعا الينسون الزبادي الوزن اللي ما بينزل طبعا شوي بيفرق جدا جدا في السكة بالنفس والحساس بالقنوزة والحاجات دي كلها خلينا نبدأ من منيما ومن يكون مثلا فيه كل اسبوع فيه مسكة للبشرة خليه فيه بالتنظيف وانت بتنظفي والطراء والحاجات دي كلها بعديها ناخد صنفارة للبشرة كمان بالمرة وللأيدين وللرجلين نخليها غسيل الاسنان تكون من الحاجات الاساسية كل الحاجات البسيطة دي مش محتاجة ان انت تكتبيها في جدول وتدولست قد ما محتاجة ان انت يكون عندك عزم ان انت هتطبقي الحاجة دي اخر حاجة معنا وليه حطتها الاخر لان احنا ستات بيوت ودي بالنسبة لنا حاجة اساسية هي شغل البيت شغل البيت وده ما حاجة يعني الحمد لله والشكر يا ربنا يدينا الصحة عشان نقدر ان احنا نقاوم ونجاهد ونستمر ونكمل وكل الكلام الحلو الكبير دوت نظام الدنيا بلاش نشتغل بنظام هراقل كده وان انا اهد البيت كله في يوم واحد لأ خلينا الدنيا تبقى ماشية معانا بسيطة كل يوم وده بنظفها بعمل يومك للغسيل كامل الغسيل بتطبيقه بمكوته بمش عارف ايه يوم اجاحس فيه تجهيزات بتاعة المطبخ وحاجات توفر علي شغل بقية الاسبوع اذا يكون حد بيعمل صلصة بيعمل كمية اي خضار بينظفه لتدبلات اي حاجة يوم بيكون فيه حبة موهود بس بيريحني بقية الاسبوع طبعا اللي يفهم الكلام ده ويقدره اكتر الموظفات عشان الوقت بتاعهم التجهيزات بتاعة البيت وتغضيب البيت بانها اهم الحاجات اللي فيها زي ما احنا على طول بنقول اهم حاجة النص ساعة بتاعة بالليل ونص ساعة بتاعة اول اليوم نص ساعة بتاعة بالليل هي الروتين بتاعة المطبخ المطبخ يكون نايم نظيف الحوض فاضي ما فيهوش حاجة اكون حتى في دماغي ان هعمل اي الصبح النص الساعة بتاعة الصبح بتاعة ترتيب السرير وغسل الحاجات بتاعة الفطار دي اهم حاجة والله لان دول بيبقوا البذرة اللي بعدها الحوض بيطرح موعين قدي كده قد الجزئية ديت ويبعدي كده ان انا بقوم عشان اصلي الفجر بطلع الحاجة اللي انا هعملها للغضاء من الفريزر او من التلاجة ايا كان ويكون عاملة ترتيبة لدماغي ازاي بقى هنصحق ومش هنكمل نوم تاني وهنقض اليوم بتاعنا كده كله في شغله طبعا لازم اولا الجسم يكون واخد راحته من نوم يعني نحاول النام بدري على قد ما نقدر لو انا مثلا حتى بنامس ساعة اتنين تلاتة حاولي كل يوم تزبطي نص ساعة كده ونص ساعة كده هتلاقي الدنيا بدأت تمشي معاك حاول لما تصحي تاخد دوش بارد عشان ينشط جسمك ويفوقك مش لازم يكون بارد متالك بس الدوش البارد هيفوق جسمك جدا جدا وهينعيشك البس لبس يساعدك على الشغل بطلونه وبلوزة حاجة كده تكون خفيفة تساعدك ان انتي تشتغلي وتخلص اللي وراك لم شعرك حط برفان روائع على نفسك كده في اول اليوم عشان الترويقة البسيطة ده فعلا هتخليك تقضي اليوم كله مبسوطة خاصة لما بتكون يقضيتي العبادات بتاعتك فطرتي شربتي قهوتك لحبة الوقت الحلوين دول اللي بنوعودهم مع نفسنا الصبح والله هم اللي بيخلوا فيه طاقة ان الواحد يكمل بقية اليوم ان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم ونتقابل ان شاء الله في فيديو تاني ونهدي كل الستات سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة